شدد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه قيادات دينية مقدسية واردنية على ضرورة الوقوف في متحدين في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس وعبر جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد عن رفضه وإدانته للاستهداف العسكري لدور العبادة من مساجد وكنائس في غزة كما حذر جلالته من التضييق على المسيحيين خلال العياد المجيدة ومن جهته ثمن غبطة الكاردينال بير باتيسا بات سبالة بطريارك القدس للاتين دورة دبلوماسية الأردنية المميز بقيادة جلالة الملك في الضغط لوقف الحرب على غزة وبناء السلام الحقيقي المبني على العدل وتعزيز كرامة الإنسان وبدوره أشاد غبطة البطريارك ثوفلوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبحرص جلالته المستمر على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانون القائم في المدينة المقدسة مشيرا إلى التقدم الكبير في المرحلة الثانية من مشروع الترميم الشامل لكنيسة القيامة ضمن الإعمار الهاشمي من جهة ثانية قال جلالة الملك عبد الله الثاني إنه في الوقت الذي يحتف العالم بعيد الميلاد المجيد تغيب البهجة ويغيب السلام عن المسيحيين في الأراضي المقدسة التي لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشما على الأهل في غزة والتضييق على المصلين في القدس وبيت لحم وعرب جلالته عن تمنياته بالسلام للمسيحيين في فلسطين والعالم